أعلن الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية العميد صادق دويد عن عملية استخباراتية لقوات خفر السواحل لضبط عملية تهريب حوثية لأسلحة إيرانية وفي تغريدة له على موقع تويسر قال العميد دويد إن الإعلام العسكرية التابع للقوات المشتركة سيزيح خلال الساعات القادمة الستارة عن تفاصيل عملية استخباراتية وأمنية وصفها بالنوعية وأوضح أن العملية تكللت باعتراض قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر لقارب في عرض البحر وإلقاء القبض على أفراد خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني